السلام عليكم. نحن سكنة سواني مرتيل. دخلتكم بالضبط في زنقة السكة. جينا من خلال من بردي لكم. نقدم لكم شكاية واحد المشكلة التي نعاني منه. يعني دوما تقريب 22 سنة وخصوصا في فصل الصيف. هنا كما تشوفوا واحد السيد هنا يجعلنا كبير هنا بزر. قطع لنا الطريق تمك واخد تقريبا 1-3 أو 4 متر ديال الطريق. ناهيكا عن كذلك يعني هذا المكان اللي أصبح يعني واحد المأوى. واحد الوكر ديال الأفاعي والفئران وجميع الحشرة الضرة. فاحنا كنطالبوا من خلال هاد الميمبار ديالكم. أنه يكون يشوفوا نشحل يعني مسؤولين البشرة ديال مدينة مرسيل. والقايد كذلك المسؤولين المعنين بالأمر. أنهم يشوفوا نشحل مع القضية هذه. حنا هضرنا مع السيد المعني بالأمر واحد طريقة سلمية. هضرنا مع القضية ما يعملوا واحد الكرياج. ولو غير صغير بعد يكون نقي. ولكن ما تمش التجاوب يعني ما مدهش فينا. مشينا العامل يفتح منا واحد شكاية. واحد شكاية الباشا وكذلك القايد. صيفة واحد للجنة. وعينه شاهدوا الأمر. قالوا بأن هذا ما يمكن أن يكون هنا. وحنا في تطوان. وهذا المنكر هذا كاين. ولكن من بعد ما كان تشي تجاوب. بخصوص الطريق. كما تشوفوا من خلال الصورة. يعني تقريبا. هذا تقريبا واحد أربعة المترو في الطريق. يعني بدون الحق. يعني لا يمكن أن يكون هناك. عندما أذهب إلى المسجد بعد المرات المترو. يجب أن يكون هناك مشكلة. دائما كنت تجبرني شكاية الطاقة. فهذا غير معقول. يعني أنتم لا تشوفوا الطريق كيف يمشى. وشوفوا كيف يمشى. يعني يعني معوجة هذا. فهذا لا يمكن أن يكون هناك طريق رئيسي. يقولون أن الناس تقريبا يوميا تمك. وأصباحات تمك يخاف من النادي. يعني يكونوا الأفاعي تمك. يكونوا الطوب. يكونوا الكلاب تمك. يكونوا الطريق عمومية. يعني لا يمكن أن يكونوا أحد. السولة عليها بواحدة طريقة. بواحدة كيفية. يعني غير مشروعة. نحن عايشين هنا. مهمشين. شكينا وعود شكينا وعود شكينا. هذا السيد هذا اللي حدنا اللي كيدرنا هذا المشاكل. رأى صارق الطريق. قطع الطريق علينا. وعامرها بالقصب. وحنا كان عيشو. وعود شكينا وعود شكينا. نحن عشرين عام. نحن عشرين عام. وحنا سكنين هنا. لا يزاديكم. فسكم تشوفوا هذا. رأى السيد. رأى كي يهدنا. هو عنده جوج بقراث. ورعتهم في هذا الدرد. وقد ارتفعنا. وقد ارتفعنا في طريق. والحناش. والطيب منتعنا. وقضنا لمعرها. لا نصرف. وقد ارتفعنا للتب Very free. وحنا أتركنا لكي. ومشينا لكي. الجبل مسق ماء ومسق ماء ترقان وكل شيء مصيب وهم يقولون لا لرد فلحة هذيك شمي فلحة عندنا هنا 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 شيء الزرع واللهما هذا منكر هنا سكنة حيثك حيثواني مرتيل تابعة لبشاوية مرتيل درنا بزف دير شكايات عند السيد البشا وقائدة ديال مرتيل بخصوص واحد السيد هنا يا اللي قطعنا الطريق ودرها تضرب هذا وخلى هذي الزرع مرتع الحيوانات والجوتات في هذا الصيف كانت تصدر واحدة رائحة كريهة وهل فعلا السلطة في خدمات المواطن فعينما تشكوا وعينما تشكوا درنا شكايات مران وتكرارا فهنا بنا مجيب وهذي السيد هذا قطع الطريق لدرجة أنه جو في مني كانوا كي ساوبوا الطقان فقال لهم وقفوا حد هنا يا هذي الجهة كاملة اللي كتشوفوه هنا يا كلها الجهة وكأنها يعني ما دخلاش في المجال الحضاري فمشينا عند القائد والباشا وأمره باش يقتلعوا هذي الزرب هذا ولكن لا مين مجيب فقالوا لنا سيروا نحن بالعامل فهذا يتطلب هذي الشيء البسيط يعني الالتجاء واللجوء إلى سلطة أعلى باش نتخلصوا من هذي السيد هذي قطعنا الطريق وقطع للناس أنهم يعيشوا في هذي الحالة هذي اللي هي حالة يعني خاطر من خلال هذا المينبار كان طالبوا السيد باشا دي المدينة مارتسيل وسيد القايد باش يشوفوا إنه شي حال مع هذي الرويناه هذي وهذه المشكلة هذي وشكرا لكم اشتركوا في القناة